ينضم إلينا من موسكو يوسف بيغار مراسل ألغاني يوسف يعني ما هي فرص إقامة الحوار المفيد الذي أشار إليه بوتين نعم في الواقع الكريملين استبقى الاتصال الهاتفي الذي سيجرى اليوم بين الرئيسين الروس فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بنشر برقية تهنئة بعث بها الرئيس الروس فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي هذه البرقية لربما حملت البنود العريضة لما سيدور من خلال هذا الاتصال عندما تحدث بوتين على ضرورة تطوير الحوار الفعال بين موسكو وواشنطن وضرورة التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات أكد خلال هذه البرقية بأن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على الولايات المتحدة وروسيا لإرساء الاستقرار الدولي والإقليمي هذه النقاط التي تحدث عنها بوتين في برقية التهنئة سيجري من خلالها اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن هناك ملفات عالقة كثيرة ومتنوعة بين الولايات المتحدة وروسيا إذا ما تحدثنا عن الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين هذا الاستقرار الذي تحدث عنه كل من بوتين وبايدن خلال القمة التي جمعتهما في جنيف أو الملف الأوكراني وتوتر الحالي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي البيت الأبيض تحدث بأن الرئيس الأمريكي سيناقش مع بوتين مصار جديد ديبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن موسكو تصر بأن الحل في أوكرانيا يجب أن يتمثل في تنفيذ اتفاقات موسكو تهدد دائما أو تتهم دائما الجانب الأوكراني بأنه هو من يخرق هذه الاتفاقيات الكريملين قال بأن هذا الاتصال الهاتفي المرتقب بين بوتين وبايدن يأتي بمبادرة من الجانب الروسي بوتين رأى بأنه من الضرورة إجراء هذا الاتصال الهاتفي لأن هناك بعض النقاط العالقة التي يجب مناقشتها من خلال المقترحات أو الضمنات الأمنية التي تريدها موسكو وبالتالي هذا الاتصال يعد فرصة كبيرة بين البلدين لمناقشة جملة من التفاصيل بخصوص الضمنات الأمنية حسب الخبراء تبدو فرص الوصول إلى حلول مرضية للجانبين ضئيلة جدا في ذل تمسك كل طرف بمواقفه روسيا صحيح يعني كل طرف يتمسك بمواقفه يوسف ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المخالمة جاءت بالفعل بطلب من الكريملين إذن هذا ربما يجعلنا نتوقع أو يصبح من المنطقي أكثر أن موسكو ستقدم تنازلات أو مقاربات دعنا نسميها كذلك لا يمكن الحديث عن تقديم تنازلات هذا الأمر فصل فيه وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف عندما أكد بأن موسكو لن تقدم على أي تنازلات أحدية الجانب وستدافع عن كل مواقفها هذا الاتصال الهاتف الذي سيدور بين بوتين وبايدن بنظر الخبراء سيعبد الطريق فقط أمام اللجان الروسية والأمريكية التي ستجتمع في جنيف في العاشر من شهر يناير لبحث الضمنات الأمنية تعبيد طريق دبلوماسي وسياسي وإزالت نوعا ما التوتر الكبير بين البلدين قبيل هذه المحادثات التي ستكون مهمة بالنسبة لروسيا روسيا تطالب بضمنات أمنية مكتوبة وتصر بأن الخطوط الحمر التي رسمتها لا يمكن التنازل عليها لا يمكن أن ترضى روسيا بضم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا وجورجيا وأن ينشر حلف شمال الأطلسي السواريخ التي تصفها روسيا بأنها تهدد الأمن القومي الروسي نهيك عن المناورات والتدريبات والاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف النيتو بالقرب من الأراضي الروسي إذن هذا الاتصال الهاتفي سيناقش من خلاله بوتين وبايدن تفاصيل الضمنات الأمنية التي اقترحتها موسكو وسيعبد الطريق أمام الوفد الروسي والوفد الأمريكي في جنيف لمناقشة هذه الضمنات الأمنية ولما لا الوصول إلى لغة وسط وإلى بعض الحلول التي ترضي جميع الأطراف وإن كان هذا الأمر صعب بنظر جميع الخبراء والمتابعين للعلاقات الروسية الأمريكية يوسف بقاير مراسل الغد من موسكو شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر